موسيقى الأستاذ محمد محمود صالح العمودي السن 26 سنة العمل طبعا مدرس في مدرسة در الأرقم العديد الطالب طبعا اللي بيحصل على مساعدة أكيد هذا طالب يتيم هذا الطالب يعني طبعا تعرض لظروف صعبة فقد أبويه في سن مبكر طبعا هذا الطالب يعني إحنا لازم يعني نكون نقف معه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد طبعا إحنا لازم نكون جسد واحد في دعم هؤلاء الطلبة هؤلاء الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة أو ظروفا معيشية خاصة لابد لنا وأن نقف بجانب هؤلاء الطلاب وأن نوصلهم إلى بر الأمن لا شك أن من أهم المعوقات التي تواجه هؤلاء الطلبة وهي انقطاع المنح أو عدم الاستمرارية في هذه المنح الطالب يكون قد اعتاد على نظام معين في هذه المدرسة تعود على ظروف معينة فحينما تنقطع المنح فإنه بذلك سيضطر إلى الانتقال إلى مدرسة لا ترعى شؤون هؤلاء الطلاب الأيتام طبعا نحن نتمنى من هؤلاء أو من الجهات المانحة العمل على الاستمرار في هذه المنح والعمل على زيادة منح أخرى لطلاب طبعا هؤلاء الطلاب طبعا وما أكثرهم في قطاع غزة طبعا بالإضافة إلى العمل على تطوير مرافق المدرسة مثل مختبرات الحسوب ومختبرات العلوم والساحة المدرسية والغرفة الرياضية رسالتنا رسالة شكر وعرفان إلى المانحين والداعمين لهذا المشروع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الجنة وأن يباعدهم عن النيران ترجمة نانسي قنقر